تسلم حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعا رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ألنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تضمن دعوة جلالته لحضور عماذ القمة العالمية للحكومات في دورتها الخامسة والتي تصديفها مدينة دبي في شهر فبراير المقبل وسلم رسالة إلى جلالة الملك المفدى سعادة السفير عبد الرضا عبدالله خوري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة خلال استقبال جلالته له في قصر الصفري هذا اليوم وقد عرب العهد المفدى عن شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على هذه الدعوة الكريمة مجيدا حفظه الله بالعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين وما يشهده التنسيق والتعاون المشترك بينهما من ازدهار وتطور في شتى المجالات تحقيقا لكل ما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين كما شاد دولة الملك المفادة بالمكانة الرفيع التي تتبوأها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على المستوى الدولي وما حققته من إنجازات ونجاحات متميزة على مختلف الأصعيدة وذلك بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ألنهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة متمنيا جلالته للأشقاء في دولة الإمارات بالتوفيق في تنظيم القيمة العالمية للحكومات بما يعود بالمنفعة المشتركة على حكومات دول العالم وتحقيق الطلعات شعوبها لمزيد من التقدم والرقي وتطور ترجمة نانسي قنقر